جمع غفير من العلماء والمفكرين والأهالي حضروا هنا في فندق المهاري بطرابلس في دولة ليبيا لتضامن مع الشيخ الدكتور نادر العمراني ولحماية العاصمة من جرائم الحرابة الحضور الذين يتقدمهم العلماء دعوا المجتمع الليبي الرسمي منه والشعبي إلى السعي من أجل فك صراح الأمين العام لهيئة علماء ليبيا الشيخ نادر العمراني الذي اختطف قبل أسابيع من أمام مسجد الفواتير بمنطقة الهضبة بالعاصبة الليبية طرابلس المجتمعون أصدروا في ختام الملتقى جملة من التوصيات دعوا فيها إلى إطلاق صراح الشيخ نادر وإنهاء مظاهر الرعب في ليبيا يذكر أن الشيخ نادر العمراني وعضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبيا والأمين العام لهيئة علماء ليبيا ونائب رئيس رابطة علماء المغرب العربي وعضو رابطة علماء المسلمين